قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن التجربة الفاشلة التي أجرتها الماليشة الحوثية الإرهابية التابعة لإيران قبل أيام باقتبار أسلحة جديدة بمدرية صرواح بمحافظة مأرب والتي أدت إلى مصرها عدد من قيادات وعناصر الماليشة وقبراء من إيران وكذا حزب الله اللبناني حيث كان تواجدهم لحظة الانفجار تؤكد نواياها لنسف جهود التهدئة والعودة لمربع الحرب بتوجيه وإشراف إيراني وأضاف الوزير الإرياني إن الماليشة الحوثية الإرهابية تواصل استغلال حالة لا سلم واللا حرب القائمة منذ انهيار الهدنة الأممية للتطوير ترسانتها من الأسلحة المهربة من إيران وكذا حجد المزيد من المقاتلين وتجنيد الأطفال للقتال في صفوفها دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة والفاتورة الباهضة للحرب التي فجرها الانقلاب مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية بالمجلس الأمن بالقيام بمسؤوليتها القانونية في إذانة والتصدي للأنشطات الإرهابية التي يمرتها النظام طهران ودوره في تقويض جهود التهديئة وإحلال السلام باليمن ترجمة نانسي قنقر